تذكير نفسي وإخواني بالمحافظة على صلاة الجماعة للآتي من النصوص المحافظة على صلاة الفرائض في جماعة أما النافلا فكما لا يخف عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب أذكروا بالحرص على صلاة الجماعة في المسجد والتحذير من التهاون عن ذلك والتخلف عن ذلك أقول ابتداء أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم لمريم عليه السلام واركع مع الراكعين قال واركع مع الراكعين فمريم خاص بها تعلمون من صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لكن لنا واركع مع الراكعين أيضا لا يخف عليكم وإذا بدأنا بصلاة الفجر أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فكأنما كان قام نصف الليل قبلها قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند ثابت صحيح وكذا فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة أي القرآن المتلو في صلاة الفجر تشهده الملائكة قرآن الفجر القرآن المتلو في صلاة الفجر تستمع إليه الملائكة وتشهده قرآن الفجر على وجه الخصوص وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم يسألهم ربهم وأعلم قيل هذا على سبيل المباهى بهؤلاء المؤمنين يبهي الله الملائكة كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فيا هنيئا لك إذا شهدت لك الملائكة أنك صليت الفجر في جماعة وصليت العصر في جماعة الملائكة تشهد لك ولا يخف عليك أن ذهابك إلى المسجد لك بكل خطوة تخطوها حسنة خطوة تخطوها حسنة والخطوة عليكم السلام ورحمة الله والخطوة الثانية تحط خطيئة ولا يخف عليكم أن بوابين المسجد هم الملائكة البوابين على المسجد هم الملائكة ولا يخف عليكم أن المساجد بيوت الله المساجد بيوت الله في الأرض وقد شرفها الله بإضافته إلى نفسه إضافة تشريف في قوله تعالى وأن المساجد لله وأن المساجد لله مع أن الأرض كلها لله لكن إضافة تشريف وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فإذا أقبلت على المسجد بوابوه بوابوه ملائكة هو بيت لله سبحانه وتعالى تدخله اللهم افتح لي أبواب رحمتك فهي أبواب رحمة كل خطوة تخطوها لك بها حسن إلى المسجد تجلس في المسجد تصلي وتجلس الملائكة تصلي عليك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة الله شهد لك بالإيمان إذ قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعاس أولئك أن يكونوا من المهتدين في علامة إيمان حضورك لصلاة الجماعة علامة إيمان ثم إن المسجد ملتقا لأهل الصلاح تلتقي فيه بالصالحين بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فإذا تركنا الجماعة من الذي يعمر البيوت هذه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتي الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشأ بغير حساب